من ضمن النشاطات والمشاريع اللي بتقوم فيها المدارس المشاركة ببرنامج الاعتماد الوطني لمدارس الصحية وخدمة للمجتمع المحلي بتقوم كلية العلمية الإسلامية بتقديم يوم طبي مجاني اللي هو يوم الجمعة القادم في مبنى الكلية للحديث عن هالنشاط وأهميته معنا في الاستوديو الأستاذ حسين الطراونة مدير مدرسة البنين في الكلية العلمية الإسلامية أهلا وسهلا فيك أستاذ حسين كيف الصحة؟ بداية هذا النشاط الطبي المجاني يمكن هو مش النشاط الأول اللي بتقوم فيه الكلية العلمية الإسلامية وهو بمناسبة عزيزة علينا كلنا مناسبة تعيد جلالة الملك اللي بيصادف يوم 30 الشهر كتير بهمني أعرف هذا اليوم أو هذا النشاط الطبي الفكرة منه والهدف منه أول شي سعد صباح وصباح المساعدين الكرام نحن طبعا يعني هو اليوم الطبي اللي بنقومه هو ليس اليوم الأول وطبعا هي يعني احنا بالتعاون هو مع المجلس المحلي لمركز أمن زهران نعم وبالتعاون مع مدارس الكلية العلمية الإسلامية تقيم يعني اقامة المدارس الكلية مشاطات طبعا سابقة أيام طبية سابقة كانت والآن احنا كون مدرسة البنات في الكلية العلمية الإسلامية بشبر عمان تتقدم هذا العام لبرنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحية ومن ضمن عملها أنه ضمن المعايير اللي موجودة يفترض يكون فيه هناك أنفتاع للمجتمع المحلي أن ينتقل الوعي الصحي للمجتمع المحلي فوجدنا أنه مناسبة عزيزة على قلوبنا وقلوب كل الأردنيين عيد ميلاد جلالة سيدنا جلالة الملك قلنا بالتعاون طبعا مع المجلس المحلي لمركز أمن زهران بأنه نقيم يوم طبي مجاني لأهل يعني أو المجتمع المحيط بمدارس الكلية نحن نحكي المجتمع المحيط في مدارس الكلية عمان يعني نحن طبعا موقع المدارس الكلية عماني هو في جبل عمان فالناس والفئة المستهدفة بسكان منطقة جبل عمان أو منطقة زهران بشكل عام بالإضافة لذلك نحن لا يوجد مشكلة أنه أي شخص من أي مكان يجري ما فيه مشكلة طبعا هو يوم طبي مجاني وبتالي وليس محصور على فئة معينة أو منطقة معينة بحد ذاتها بس هو نشاط إلنا إحنا كمجلس محلي بالإضافة لما دارس الكلية مع بعضها البعض خدمة المجتمع المحلي خدمة المجتمع كثير مني أنا بهمني أعرف هون أستاذ حسين أنه الخدمة المقدمة في هذا اليوم الطب المجاني أكيد زي ما بنعرف بيكون يوم طبي مجاني بيكون فيه فحوصات كثير التخصصات الموجودة هل الموجودة في كل التخصصات يعني مثلا طب أسنان طب عيون شو طبيعة التخصصات الموجودة في الكشف على اللي بدوم يجوا يتابعوا عندكم نحن هذا طبعا قلتلك ليس تجربة الأولى فكان تجارب سابقة الآن إحنا عنا طاقم طبي متكامل المريضة أو الزائر الما يدخل للمدرسة مباشرة في لجنة استقبال رح يكون فيه طبيب عام وممرض وباستفسر منه عن الحالة وبتم تحويله يأخذ رقم وبتم تحويله للطبيب المعني وموجود حيكون الطبيب المعني في نفس المعني طبعا طباء طب العسرة طب عام جراحة عظام جلدية أطفال نسائية تقريبا أسنان معظم التخصصات موجودة بالإضافة إلى أن معظم الأطباء هم مشاركين من أطباء الموجودين في متطوعين من عياداتهم تقريبا مضامها في جبل عمان من وزارة الصحة من وزارة الصحة بالإضافة للقطاع الخاص يعني مشترك طبعا هو مشترك للقطاع الخاص وهو وجود القطاع الخاص أكثر يعني اللي رح يكون معنا أطباء بالإضافة للأدوية بنوفرها من خلال طبعا الشركات الأدوية نوخط طبعا كميات الأدوية يعني بتاعته دعم من شركات الأدوية لهذا اليوم الطب المجاني طبعا واللي بزيد من الأدوية وين تعمل وشي تعملوا فيهم يعني في المرات السابقة كان اللي بزيد عنا في بعض المراكز الصحية مثلا في منطقة في مخيم غزة المرة الماضية زودناهم بكمية الأدوية اللي كانت موجودة عنا طبعا هذا كلياته بإشراف من وزارة الصحة ومؤسسة العامة للدواء والغذاء يعني مش يعني من عنا يعني متصرق لكن هذا كلياته كان بإشراف ما بين الوزارة وما بين طبعا المؤسسات المعنية بهذا الموضوعين يعني أستاذ حسين طبيعة هذا النشاط اللي بتقوموا فيه مكيم زي ما قلت هو مش النشاط الأول في خدمة المجتمع المحلي حد أعرف قديش بينعكس على البيئة المدرسية للطلاب أنت بتعرف يعني بدنا نخرج من روتين المدرسة أنه بد المدرسة يفترض أنها تنفتح ويعني على المجتمع المحيط فيها إحنا عنا بالسياساتنا بالمدارس الكلية نرغب دائما بأن يكون نتواصل مع المجتمع المحلي لأنه هو إحنا بالأساس بنا نرفض المجتمع المحلي بخبراتنا يعني من شماله إلى جنوبه فهذا الشيء طبعا أكيد بنعكس على مستوى داع طلابنا على الأقل يعني ممكن يكون نعزز عندهم قيم العمل التطوعي العمل الإبداعي أنه بخاصة الآن أنت بتعرفي معظم طلاب يعني أو في هاي الفئات العمرية الآن بيقعدوا على الكمبيوتر ثلاثة وأربعة ساعات أو خمس ساعات وأحيانا بتخافي من أنه يكون عنده نوع من التوحد أو مش يعني التوحد يعني هو بالضبط مثل هاي الحالة بتصير عنده الطالب أو الشاب بهذا العمر انتماء فقط لقدامه لمحيطه فقط لمحيطه لأني كمدرسة دوري أني أنقله من هذا المحيط الضيق إلى المحيط الأوسع اللي هو المجتمع اللي بعيش فيه ويشارك طبعا فيه وتحس في تفاعل بين الطلاب يعني عندما تكون عملوا بتعملوا مثل هاي نشاط بيبادروا بأنهم يجوا ويحاولوا يساهموا في المساعدة نحن عندنا نشاطات كثيرة جدا مثلا لنا معنى انتفاقية مع مؤسسة سوار مؤسسة الحسين للسرطان كان عندنا برامج دعم لهم ومتواصلة عندنا طلاب بيقوموا بعمل تطوع داخل المؤسسة أحيانا وعندنا معلمين بيقوموا بتدريس بعض الطلاب داخل مؤسسة الحسين للسرطان معلمين بدرسوا طلاب اللي بكون لهم توجيهي أو غيرهم فعندنا معلمين متطوعين وعندنا طالب مطلوب ممكن هون عم نشوف احنا بعض النشاطات اللي انتو فيها عم تحكي عنا مركز السرطان هذا اركض للحياة برنامج نفذنا مع مؤسسة الحسين للسرطان في مدارس الكل علمي اسلامي نعم تم جمع طبعا مبلغ يعني بحدود 16 ألف دينار بهذا اليوم وتم تقديمهم طبعا لمؤسسة الحسين للسرطان كمتل هاي النشاطات قديش بتعزز ثقة الطلاب في نفسهم وقديش بيحسوا بالفعل أنهم يعني وجودهم مهم ومثل يعني أنتو حتى كمان علاقتكم فيهم كأساتذة يمكن وكمدرسة وجوه عائلة بيصير لما بشاركم بتلهيك نشاطات كثير مهم اكيد طبعا اكيد شوف بالنسبة لعني مثلا برنامج اركض للحياة كان جميل جداً أن تشوف الكلية كلها لون أصفر كل الطلاب لابسين باللون الأصفر هذا الشيء أعطى أنطباعي حتى للي بره بتطلع من خارج الكلية هذا شيء يميزكم بالفعل فكان شيء مميز أضاف لذلك أنه كان في دعاية طبعاً أنه أركض الحياة من أجل المساهمة في تنمية المؤسسة الحسين السلطان والمساعدة في مشاريعها لأنه مشروع طبعاً هو راح يكمه هناك نشاطات أخرى كمان أستاذ حسين قمتوا فيها نشوف بعض الصور منها اليوم الطب المجاني السابق اللي قبل كان نأخذ الصور ونعلق عليها يا ريت هذه الصورة في المطار كانوا طلابنا مشاركين في الروبوتكس فجابوا المركز الأول على مستوى الوطن العربي وهم مراجعين بالمطار أنا مع سمو الأمير حمزة في مدارس اليوبيل ما أخذوا المركز الأول على مستوى أردن مستضفتهم نعم مستضفتهم هنا اليوم الطبي كان يوم 23 ستة 2012 وهذا طبعاً اليوم كان فيه تقريباً 16 طبيب مشاركين وعدد الزائرين يتجاوز الـ 500 زائر ما شاء الله وكل أديش بين فترة وفترة يعني تعملوا أنتو اليوم يعني احنا عملنا العام الماضي واحد بشهر ثلاثة واحد بشهر ستة والآن إحنا في بداية هذا العام يعني إن شاء الله تكون يعني عام خير إن شاء الله وبركة إن شاء الله ومناسبة المهمة كمان يعني كمان إن شاء الله يعني هو مش بيقتصر يعني لا يقتصر يعني عملنا إحنا كمجلس محلي لمركز أمن زهران بالإضافة لوظيفتي أنا كمدير مدرسة يعني وبالكلية الميسلامين لا يقتصر على فقط الأيام الطبية إحنا بنقوم بحملات حتى يعني أحياناً بشهر رمضان مبارك بفصل الشتاء يعني ونمتد حتى خارج يعني منطقة زهران يعني أنتو بتحاولوا تغتنصوا المناسبات حتى إنكم تعملوا مثل هيق نشاطات أستاذ حسين نذكر مرة ثانية النشاط رح يكون يوم الجمعة يوم الجمعة إن شاء الله والكلية العلمية الإسلامية قسم البنات مدرسة بنات جبل عمان نعم ومن أي ساعة سيبدأ؟ سيكون من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحد وظهراً ورح يكون طبعاً هو الافتتاح تحت رعاية عطوفة المهندس عمر بدير رئيس جمعية الثقافة الإسلامية نتمنى أكيد هي دعوة للجميع الحضور لن خلالك وطبعاً أكيد إحنا هون لابد أن نعرج كمان على برنامج الاعتماد الوطني المدارس الصحية نحكي شوي عنه نحكي شو هذا البرنامج ليش يعني أنتوا بناء على مشاركتكم ككلية علمية إسلامية في هذا البرنامج بتقوموا بإذن تلهاي النشاطات شو هذا البرنامج؟ هو طبعاً هذا البرنامج يعني الاعتماد أو هو الاعتماد الوطني للمدارس الصحية وبرنامج قام يعني تبنته وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم معاً لخلق جو صحي مناسب داخل البيئة المدرسية وخارجها يعني لا يقتصر هذا البرنامج على المدرسة أو الغرفة الصفية يعني عندك بالغرفة الصفية بالنسبة للتهوية بالنسبة للمقاعد طبيعتها وينتقل إلى الساحة المدرسية والملاعب وينتقل إلى الخارج البيئة المدرسية إلى إطار المجتمع اللي بيحيط في المدرسة ولذلك جاء نشاطنا هذا معزز لهذا الجانب لهذا المعيار لأنه واحد المعايير معايير التقييم أن يكون فيه لها انفتاح على المجتمع المحلي هذا جاء هذا اليوم الطبي نشاط يعني معزز لدور المدرسة في الانفتاح على المجتمع المحلي البرنامج الاعتماد الوطن للمدارس الصحية طبعا هو برنامج يهتم بالبيئة المدرسية بخلق بيئة صحية مناسبة ليس فقط للطالب بل كذلك للعامل للمعلم وكل من هو داخل صور المدرسة أن تكون البيئة الصحية مناسبة وهذا طبعا أنا أعتبره بدأت فيه رعاية طبعا هو من صاحبة الجلال الملكراني العبدالله من خلال الجمعية الملكية للطوعية الصحية تقريبا بالعام 2005 هذا البرنامج بدأ هي الجهة المانحة للاعتماد يعني المدرسة التي تأخذ الاعتماد بكون إذا أخذت شهادة الاعتماد بهذه الحالة شو بيكون وضعها هي بدها ثلاث سنوات لحتى المدرسة تأخذ الاعتمادية الكاملة لأن الأول فيها بتأتي تقريبا على ثلاث مراحل السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة خلال هذه الثلاث سنوات يفترض أن تكون المدرسة حققت المعايير المطلوبة في الجائزة وتستطيع أنها تصبح الآن مدرسة صحية كاملة حلو كثير إحنا رح نحكي إن شاء الله بوعد أستاذ المشاهدين نحكي عن هذا البرنامج بشكل مفصل أكتر كون قناة رؤية رح تكون متواجدة في يوم الطبي المجاني في الكلية العلمية الإسلامية يوم الجمعة القادم حتى نأخذ أكتر أو نفصل أكتر عن هذا الموضوع عن طريق استضافتنا للمسؤولين عن هذا البرنامج إن شاء الله في الأسبوع القادم كل الشكر إليك أستاذ حسين وأهلا وسهلا فيكم شكرا لكم وشكرا لقناة رؤية اللي حاضرة دائما في كل مكان شكرا لكم شكرا لكم هذا واجبناك كيد